اشتركوا في القناة القاوس للجدي ونقول لكل موليد برج الجدي كل عام وأنتم بكل خير طبعا اليوم توقعاتنا ليوم الاثنين واحد وعشرين اتناعش القمر ما زال موجود في منزلة الرشا وهي للعلاج والربح والسلامة والصلاح ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة عشرة واثنين وثلاثين دقيقة مساء لا ينتقل بعدها لمنزلة الشرطين ولكن اغلب اليوم رح يكون هو في منزلة الرشا فعشان هيك ركزوا على منزلة الرشا لانه لغاية ساعة المساء منكن بثينا الحلقة اللي بعدها ما رح نحكي تأثيرات الشرطين ايش طبعا القمر لغاية ساعة المساء رح يكون موجود بالحود وهي طبعا زي ما حكينا انه تلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع وما مننجح في التركيز على موضوع معين نتذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشرين في غرامهم بينزوي جانبا وبيضرف الدمع بعيد عن اعين الاخرين وقسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيب عن عمله نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة نقع في حبائل الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور واقتناء الى التصوير رح ينتقل زي ما حكينا انتقال الشمس رح تنتقل الشمس من برج القوس لبرج الجدي في ساعات ما قبل الظهر اي في تمام ساعة عشرة ودقيقتين ما قبل الظهر ورح تمكت الشمس في برج الجدي حتى مساء يوم تسعة عشر واحد وجود الشمس في برج الجدي بيأتي بجو من المسئولية والجدية والبرودة سواء كانت برودة طقس او برودة مشاعر عند البعض وجود الشمس في برج الجدي بصورة عامة بيدفع بنا الى النظر للامور من منظار الجد والمسئولية ومنجد الحياة اصعب مما كنا نتصور يعني رح يشعروا بصورة عامة موليد برج الجدي بتحسن تدريجي بيطرأ على صحتهم لانهم انضغطوا فترة الشهرين الماضيات او الشهر الماضي تحديدا كان اكثر ضغط الان بيبدأ التحسن كل ما ايجا تاريخ ميلادكم كل ما بدأت انت سنتك الجديدة اكثر على عكس السابق يعني الوضع رح يتغير خلال الاسابيع الاربع المذكورة بيجتاز موليد الابراج الترابية والمائية زي الجدي الثور العذراء السرطان العقرب الحوت فترة افضل بكثير من فترة الاسابيع الماضية اكثر من الابراج يعني اكثر الابراج تعرضا للتعب في هاي الفترة او الفترة المقبلة هم موليد برج الدلو لانه الان الشمس صارت في بيت متاعبهم وبعديهم او معهم موليد برج الاسد لانه يعتبر هذا بيت صحتهم فعشان هيك هدولة بدهم ينتبهوا هسا مع ذكر تأثيرات على جميع الابراج بتكونوا عارفين ايش التأثيرات او التحذيرات اللي رح تصير برج الحمل بيتركز انتباه موليد هذا البرج حول عملهم ومركزهم الاجتماعي وعلاقتهم بالمسؤولين يعني كل التركيز رح يكون خلال الشهر على هاي المواضيع او هاي اهم الامور اللي حتكون ظاهرة عندهم اللي هو برجهم او طالعهم الحمل اما موليد برج الثور اللي برجوا او طالعوا رح تكثر عندهم الامور اللي لها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة المواضيع القضائية عمليات الاستيراد والتصدير هي هاي اللي رح يركزوا عليها بفترة هذا الشهر موليد برج الجوزاء فرصة لمكسب من شراكة او تعويض اما موليد برج السرطان موضوع بكون كله بتعلق في الشراكة في العمل وفي العاطفة اما موليد برج الاسد تتراكم او بيتراكم العمل عندهم بتصير الاعمال شوي فيها نوع من انواع الصعوبة وهذا الاشي رح يسبب لهم نوع من انواع الضغط وبدهم ينتبهوا بشكل كبير على امور الها علاقة بالصحة اللي بيشعر باشياء غير اعتيادية يراجع الطبيب اما بالنسبة الى موليد برج العدراء بدت كل التركيز رح يكون على العاطفة على العمل على الحب على الترفيه اما الميزان فتركيزهم بيكون على الامور العقارية والامور العائلية وامور الها علاقة بالبيت او اثاث او تجديدات اما بالنسبة للعقرب الاتصالات والسفر والدراسة الابتدائية والثانوية والعلاقة مع الاخوة والجيران طبعا السفر هنا اللي هو السفر القصير ما بين المدن والاتصالات بكل انواعها والامتحانات بكل انواعها فترة ايجابية لا الهم اما بالنسبة لموليد برج القوس فهي الناحية المالية بيجيهم مكاسب مالية وتتحسن بعض الامور المالية فرص ممكن هبات مساعدات دعم يعني الاجواء بتصير برضو قوية لا الهم اما بالنسبة للجدي فهي فترة افضل لموليد هذا البرج صحيا ونفسيا وطبعا كل ما اقترب الشخص من موليد برج الجدي لعيد ميلاده كل ما كانت الفترة افضل يعني بشكل تصاعدي بصير التحسن اما بالنسبة لموليد برج الدلو فهي فترة غير مريحة صحيا ونفسيا وفي امور كثير راح تتعطل عليهم فعشان هيك بدهم يحذروا لان وجود الشمس دائما في البرج اللي ما قل هي بتكون بيت المتاعب فبضغط بشكل سلبي اما بالنسبة لموليد برج الحوت فالنشاط بصير عندهم نشاط اجتماعي بيحبوه او ما بيحبوه يعني زيارات اجتماعات لقاءات افراح دعوات لحضور بعض المناسبات ممكن يصير عندهم مناسبة معينة يعني نشاطاتهم كلها بتكون اجتماعية وممكن يجيهم دعم من بعض الاشخاص او الاصدقاء اما بالنسبة لزوايا الفلكية فاول زاوية راح تكون هي زاوية التزديس ايجابية راح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي راح تكون في تمام ساعة عشرة واربع وعشرين دقيقة قبل ظهر بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بصير في عنا خلو المسار خلو المسار هذا راح يبدأ في تمام ساعة عشرة واربع وعشرين دقيقة قبل الظهر بتوقيت جرينتش ورح ينتهي في تمام ساعة عشرة وواحد ثلاثين دقيقة مساء هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بعد في فئة أثناء فترة خلو المسار بصير عنا زاوية اللي هي أخطر زاوية خلال نهاية هذا العام هي زاوية اقتران سلبية بين المشتري وبين زحل طبعا فيه كثير من الأشخاص أحذروا وقالوا أنه رعب وحرب ودمار ومش عارف إيش ما سبنا نشرحها بشكل مبسط هاي زاوية رح تكون فيه تمام الساعة ستة وعشرين دقيقة مساء طبعا بما أنه المشتري إلو علاقة بالمال وزحل إلو علاقة بالتعطيل فهي الأمور تتركز على كل العالم إن كان توقع سياسي أو توقع شخصي فهي بتصير كلها على النفقات وتحديد النفقات والميزانيات وأشياء لها علاقة بعجز أو تراكم نفقات أو ديون أو تراجع في بعض السلع ممكن ضغط على بعض المؤسسات أو البنوك ممكن يصير فيه نوع من أنواع هبوط لأسهم بعض الشركات بشكل مفاجئ ضربات اقتصادية هجوم اقتصادي يعني أشياء من هذا النوع أما بالنسبة للأشخاص فهي بتزيد من أعبائك اللي بتجبرك على تحديد نفقاتك ممكن يولد هذا الإشي أفكار سودة ومخاوف ما إلها أي أساس من الجانب الصحي أي شخص عنده مشاكل في الأمور التغذية بده يراقب تغذيته بشكل جيد خصوصا مرضى السكري تحديدا واللي عندهم مشاكل بالكبد واللي عندهم مشاكل بالبنكرياس هدولة الثلاثة هم أكثر الأشخاص اللي بدهم يراقب الوضع الصحي خلال فترة العشر أيام يعني ابتداء من اليوم بدهم يصيق راقبوا هاي الأمور بشكل جيد طبعا القمر راح ينتقل على الساعة عشر أو واحد وثلاثين دقيقة مساء راح ينتقل للحمل وبالفترة هاي بصير فيه نوع من أنواع النشاط أو الفترة هاي بتشعر بطاقة كبيرة كل الأمراج إلى الحمل ومنكون أكثر تصميم وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع فيه تصرفاتنا وممكن نتهور أيضا يجب أن نحظر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها نفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعينين إذا استدعى الأمر لذلك يمكن شراء بطاقة يا نصيب وإدخال تعديل على قصة الشعر وإقامة حفلة ما طبعا بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة 11 و 32 دقيقة مساء منصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر والمشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة 11 و 35 دقيقة مساء منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية اللي بعديها هي أو التي تليها هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر والشمس يعني بصبح النصف بدر وهو الربع الأول وهاي رح تكون في تمام الساعة 11 و 40 دقيقة مساء وهذا الاتصال رح يخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تمثل بصراعة بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقتنا مع الآخرين طبعا القمر بما أنه موجود في برج الحمل فخلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعة 23 و 12 بيبدأ في تمام الساعة 10 و 50 دقيقة مساء وبيستمر حتى يوم الخميس 24 و 12 يعني تمام الساعة 10 و 55 دقيقة ظهرا لا ينتقل القمر من الحمل لبرج الثور بالنسبة لعمر القمر القمر المربع 7 أيام في تمام الساعة 9 و 41 دقيقة صباحا بيصبح 8 أيام نسبة الإضاءة بتكون 50% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس ورح تنتقل للجديد زي ما ذكرنا في بداية التوقعات ورح تستمر في الشمس رح تستمر لغاية يوم 19 و 1 اليوم طبعا هي سعيدة بنسبة 85% أما بالنسبة للقمر طبعا هو في الحوت ورح ينتقل للحمل زي ما حكينا في ساعات المساء ورح يفضل في لغاية يوم 24 و 12 وهو منتحس بنسبة 25% لغاية ساعات المساء بيبدأ في عملية السعادة أما بالنسبة لعطارد في الجديد حتى يوم 8 و 1 سعيد بنسبة 70% الزهرة في القوس حتى يوم برضو 8 و 1 سعيد بنسبة 15% أما بالنسبة للمريخ اللي في الحمل حتى يوم 7 و 1 وهو الآن بلش يشكل زاوية التربيع ما بينه وبين بلوته هو منتحس بنسبة 40% أما بالنسبة للمشتري في الدلو طبعا هو في مرحلة انتقال وهو رح يفضل فيها زي ما حكينا بحركة أمامية لغاية يوم 13 و 5 منتحس بنسبة 50% أما بالنسبة لزحل في الدلو حتى يوم 7 و 3 منتحس بنسبة 10% أما بالنسبة لأورانوس في الثور بيتراجح حتى يوم 14 و 1 منتحس بنسبة 10% ونبتن في الحوت سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بيظل التعب مسيطر عليكم في ساعات النهار يعني أحاول أنك تحذر من مزاجك وعصبيتك وكلامك أثناء التعامل مع الغير حتى ساعة المساء من ساعة المساء بتبدأوا فترة أفضل بتعيد لكم نشاطكم المفقود ولكن بدك تحذر برضو من مزاجك وعصبيتك وكلامك أثناء التعامل مع الغير يعني أغلب اليوم المزاج رح يكون عندك عصبي برج الثور ابتنشطوا في ساعات النهار أو من الآن لغاية ساعات المساء بين الأصدقاء وحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وواصلوا عمل بدأتم فيه من قبل أما في ساعات المساء بتدخلوا فترة غير مريحة تلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم حاذر من الدخول في مناقشات أو جدال مع الأصدقاء لأنه ممكن يتطور للأسوأ برج الجوزاء حافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وواصلوا عمل بدأتم فيه من قبل في ساعات النهار أما في ساعات المساء بتلتقوا الأصدقاء وبتنجحوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية حاذر من الاندفاع والتهور مرج السرطان في ساعات النهار اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة يجب أن يستعد بشكل جيد وانتبهوا أثناء السفر وتفقد كل أوراقك وأمتعتك كما عليك عدم التسرع أثناء القيادة والتنقلات أما في ساعات المساء بتنجحوا في اتصال أو سفر بعيد وبتنجحوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية انتبه أثناء السفر وتفقد كل أوراقك وأمتعتك كما عليك عدم التسرع أثناء القيادة والتنقلات برج الأسد من الآن ولغاية ساعات المساء بيكون كل اجتهادك على أمور إلها علاقة بالحسابات المشتركة متنعوا عن أي خطوة مالية جديدة في ساعات المساء بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا داعي للمجازفات أو الإهمال في العمل لأنه ممكن يعني شوي تتعرض لبعض المشاكل في مكان عملك برج العذراء بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم في ساعات النهار في ساعات المساء بتنهمكم في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة احذر من النزاعات مع الشريك في مجال العاطفة أو المنزل أو العمل عشان ما تكبر المشاكل برج الميزان في ساعات النهار واصلوا عمل بدأتم فيه من قبل وما تبادروا لعمل جديد في ساعات المساء بترغبوا في تعزيز شراكاتكم كما انتبهوا من النيران أو الجروح أو الالتهابات على أنواعها برج العقرب الضل العاطفي قوية عندكم وبيميل أحبائكم للتجاوب معكم حتى ساعات المساء في ساعات المساء انتبهوا لصحتكم بيغلب عليكم طابع العنف والعصبية وخاصة مع الحبيب أو الأولاد فعليكم الحذر كثير برج القوس اتجنبوا ادخال أي تغيير جذري على مسكنكم في ساعات النهار أما في ساعات المساء تزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أهبائكم ولكن ما تفتعل خلاف في المنزل أو مع أحد أفراد العائلة لأنه شوي مزاجك رح يكون حاد خلال هذا النهار برج الجدي اللي بيتقدم لامتحان بده يركز بشكل جيد أما في ساعات المساء بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية بتكونوا عدوانيين وهذا الإشي ممكن يسبب أو بسبب مزاجكم ممكن يسبب نوع من أنواع الخلاف أو سوء تفاهم عليكم الحذر أثناء التنقلات وأثناء قيادة السيارة برج الدلو في ساعات النهار تجنبوا شراء أي حاجية ثمينة وخففوا من النفقات أما في ساعات المساء بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومن المحتمل أنه يعاني لبعض منكم بعض المشاكل أو النزاعات مع رفيقه أو رئيسه في العمل أو الزوج لأسباب تعود لمساء المالية كما عليك تجنب التبذير برج الحوت في ساعات النهار أنتم نشيطون مع هيك ما تبادروا لعمل جديد بل واصلوا ما بدأتم فيه من قبل أما في ساعات المساء بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم لكن بيكون مزاجكم سيء وبتكونوا قليلي الصبر مما قد يسبب لكم نزاعات مع محيطكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه أترككم في رعاية الله وحفظه أترككم في رعاية الله وحفظه